السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا في فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو سوف نشاهد اشكل المتوقعة لنادي بارشونا ونادي ريال مدريد في كلاسيكو الذي يجمع بين الفريقين يوم الاحد في اه تابع الساعة التاسعة ليلا. طبعا سوف نرى اشكل المتوقعة لنادي بارشونا ضد ريال مدريد واتشكل المتوقعة لريال مدريد ضد بارشونا. ولنبدأ احلى بكتل في اشكل المتوقعة. فلا تنسى الاشتراك والاك للفيديو سليكاكو الجديد. وانا انا امور الى اشكلة المتوقعة. وبداية سوف تكون مع اشكل المتوقعة للمدربة في قيمة الكلاسيكو. طبعا حراسة المرمى وهو الحارس الاساسي الحارس الالماني خط الضيفة لدينا اه داني الفيس تيرار بيكيت. اه حيث اه يعاني الاصابة لكن متواجد في كلاسيكو. لدينا اه رونالد اروخو وجوردي البان. خط الوسط لدينا سيرجي بوسكيت فرانكي دي يونك واللاعب اه بيدري جوزاليز. فيما اه خط الهجوم وخط المقادمة بقيادة الفرنسي عثماني ميلي. اللاعب فرانتوريس واللاعب اوباميونك الذي يقدم مستواجه. طبعا هذه هي اشكل المتوقعة لنادي بارشونا. كما قلت جرار بيكي متواجزة اه على رغم انه كان يعاني من اصابة في الايام القليل الماضية. لكن التوقح هو التواجد جرار بيكي. لنمر الان الى اشكلة المدرب الايطالي كارلو انشلوتي مع فريقه ريال مادرد. بالنسبة لاتشكلة الميرينجي ريال مادرد فهي كالاتي حلسط المرمى طبعا الحارس الاول الاساسي لفريق الميرينجي. دي بو كورت وخط الدفاع علينا. طاني كالفخان ميليطاو ودافيد الابا. وناتوكا تاه رئيسة في غياب لللاعب من دي. خط الوسط لدينا اه ثلاثي المحوض اه كاسيميرو وطوني كروس ولوكا مودريد. خط المقدم الهجوم لدينا المزألق فينيسيوس واللاعب اسنسيو فيما قلب الهجوم حيث تأكد اليوم خبر ان كاريم بنزيمة لن يشارك في التلاسيكو وهناك خطأ في الصورة. لكن التوقح هو تواجد اللاعب رودري كلاعب اه قلب هجوم. وهذا هو كل شيء من دينا. لا تنسى الاشتراك والك الفيديو. سألقاء كل جديد.